موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشهر وخلق أجمعين وعندما ترى مستوى الثالث العدد في الصفحة التمرير حول مبارانة الثالث المباشرة والعكسية في نفس التمرير إذن نعطبها للشكل التالي بحيث A, B, C و A, C, D متلتة بدون شرط مهم يجب أن تكون A, C ضلع مشترك أم نقطة من A, B من القطعة يعني أم يجب أن تكون بين A و ببنتهم لكن لا يجب أن تكون قطعة للمستقيم تستطيع أن تكون متحت تستطيع أن تكون فوق مهم في المستقيم لكن تبقى اللي من القطعة عن أبين أو ببنتهم صفحي المع من A ما هو الموازن ب C يقطع A مع من A وموازن ب C يجب أن تكون ماذا؟ يقطع A C ماذا؟ المع من A لا أذكر عملها تكون سلطانا المع من A و الموازن ب C يكون مع من A و الموازن ب C يقطع A D في E يقطع A D في E سؤال واحد ثم نقل الشكل نقل الشكل ونقسم طريق ما نقسمه سوف نقسمه مار من M و الموازن ب C كما نقسمه موازن ب C نقوم بها عمود على B نقوم بها نقوم بها ليس من أحساب رفع فكما نقسمه الوزن ب C يجب أن يكون عمودا على هذا المستقيم يجب أن يكون عمودا علي على هذه العمودة صحيح نقوم بها يجب أن يكون عمودا هنا نقوم بها نقوم بها نقوم بها ونضع المستقيم المار من آم والموازن بس المستقيم هذا المار من آم المستقيم غير معدوم المار من آم مال كيف يمكنك؟ الموازن بس المار من آم وموازن بس يقطع السي في المار من آم يقطع السي في آم كيف يمكنك؟ المار من آم الموازن بس يقطع الموازن بس كيف نسمي الموازن بس يجب أن نسمي عمود على دس غير موطقة غير موطقة ها أنت مستقيم ونكرم كلي أدوان بتاعك ورسم بمستارقة كيف نسمي الموازن بها؟ وقف الفيديو وعاوه لتضبط الموازن بك كيف نسمي الموازن بس وماذا هذا؟ هذا هو المار من آم والموازن السي ماذا؟ يقطع عادي فيه؟ يقطع عادي في آم يعني آم ستكلم ، أحنا صابق؟ أجدين بالنسبة للموازن من آم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ واحد والله منتجه لدينا قبل ما نذكر له مدلت له الخاصية كما هي A B و A C و A C هي تقاطعان في A طيب الخاصية كما هي في الأول منذ بطلق الأمور عندما قلت A B C مدلتك يعني أن A B و A C تقاطعان في A B من A B و C من A C واضح و لكننا لا نهضح لكي نفهم درس بزيان تقاطعان A B وغلسة تقاطعان نقطتان من المستقيم الأول مختلفتان عن نقطة أو نقطة تقاطع إذا من A B ما هي المختلفة عن نقطة تقاطع أما M و B A و B من A B مختلفتان عن A عن نقطة تقاطع ما بقيته ما هي المختلفة من A C ما هي المختلفة من A و C من A من A من A مختلفتان عن نقطة تقاطعان عن نقطة تقاطعان ما هو الشرط الموالد؟ إذا كان التوازي لدينا أمآن إحنا لدينا التوازي أمآن يوازي بال C إذا كان هذا الشرط محقق وفي الشكل لدينا أمآن يوازي بال C لأن المرمي الآن يقطعان يعني والموازين يسعفون المرمي الآن وموازين يسعفون يعني 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 سعر وهذا العلاقة لو وجدنا اللوبة متقيسة إذا سؤال في هذا قارن A A A A أضع So د إذا نفس تطبق الخاصية كما هي كان عودة هذه الجملة لأنك تضبط الخاصية و تنقص الطبقات تتطبق الشرع واضح لدينا ماذا؟ كما تقولون من المستقبلين A-C و A-D وحتى إذا طبقتها كما هي موصحة لا يسحل كثير من المعندو فين يمشي هي يعطيك المقطة 100% لأنك تطبقتها حافيا كما هي كما مكتوب واضح لدينا A-C و A-D A-C و A-D مستقبلين بين كوسيا و مستقبلين يتقاطع في A هناك نقطات من A-C و مختلفين عن A ماذا؟ هناك نقطات من A-D و مختلفين عن A A و D هناك نقطات من A-D و مختلفين عن A يتقاطع و BE مختلفة عن A ما هي التوازيجه تكلمين توازيجه و تلك الأعمال و يوازيج ضد و يوازيج ضد و يوازيج ضد ماذا لدينا..؟؟ عل Munich تعني رجع سواءات عل envie السؤال الثبè ماذا تستنتج بالنسبة لك؟ إذا انقرأ سؤالهم ذلك ماذا تستنتج؟ يعني استعمل ما سبق ضروري استعملوا الأسئلة السابقة من ما سبق ماذا لدينا لدينا A-M على A-B سوى A-M على A-S وآل على A-S أنسوا هو على أد يعني A-M على أبك أنسوا هو على أد وضحك من الزوج وثلاثة من السؤال الزوج وثلاثة لدينا ماذا؟ لدينا A-M على أبك السواء , أهلاً يجعليا نعم هذا الذي نفسه هذا هو المشرك هذا هو المشرك إذاً أهلاً 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 تساعد أد أد هذه غلقة استرجمها من ماسا جمعنا على سؤال استنتج استنتج أن يستعمل ماسا سؤال الأخير خلال الغلقة نحتاجها بيين أن أملو يوازن بيدي بيين أن هذا مثلك ألم هو هذا أمسموه يوازن بيدي وهذا سعيد بيدي هو هذا إذا أقصنا بيين أنه يوازن بيدي ثم تبقوا خاصية إسلاكسية لذا إذا أرجع الفيديو فقط خاصية إسلاكسية سوف تتفهمها بزيادة وعادة الأشياء تشوفه صحيح صحيح؟ إذا كيف فشل نتبقى خاصية إسلاكسية كذلك نقلب على جميع مستقيمة متقاطعين كيف يمكن أن يكون مستقيمة متقاطعين؟ كيف يمكن أن يكون مستقيمة متقاطع ربما؟ ثم تلتقى خاصية إسلاك وكيف يمكن أن تقاطع إسلاك ترتيب النوقات العكسية ترتيب النوقات المهم جداً في خلصية فاليسة وبرهنطة العكسية ترتيب النوقات ما هو النوقات المرتبية في نفس الترتيب A, M, B جيناً في نفس الترتيب A و M و B في نفس الترتيب مع ماذا؟ A لولا مرأة A مرأة B A, E, D في نفس الترتيب A لولا, E, D مع أخا و E و D يعني يجب تكون A و A في نفس الرتبة M و A و E في نفس نوقاتها A هي الأولى في شو جديد الحالات A هي الأولى M و E M هي الزوجة هنا E هي الزوجة هنا B و D B هي الثلاثة في الترتيب B هي الثلاثة في الترتيب صحيف؟ يعني منفس الترتيب A لولا مرأة A مرأة B A لولا مرأة A مرأة B تقول نفس الترتيب و الشرس الترتيب يتحقون A M على A بس كونسا ما أضع على هذه نشوف مجرأة عنها و لا هذه عنها و كل مكان جديد نحاول ندبر عليها نجب ذهب من السابقة أو لا أو لا نحسب أو لا نحسب أو لا نحسب كونسا ما أضع على هذه القلاة لذها من السؤال الأخرى ومن السؤال الأخرى تقرب من السابقة أو لا يتحقون صحيح؟ إذا حسب خاصية طاليس العكسية أو المبارعنة طاليس العكسية فإن ما يتوازين نقطة المعودة بعض المبارعات هي أحيدة مبارعنة طاليس العكسية فإذا ننتهي الفيديو فإذا ننتهي الفيديو راجعوا في مقاريات لكم مستويات الخاصية المباشرة ومخاصية العكسية فإذا ننتهي في تمرين آخر حول ورانة طاليس لا تبخل علينا بالضغط على الزرق ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار الموقع الاجتماعي الموجودة هنا إلى اللقاء